تعامل إزاي إن تشيل مامتها من حياتها الزوجية؟ جميل طيب هو بدايةً محتاجة الأول زكاء الرجل وزكاء من الست كمان يعني الرجل محتاجة يفهم إن ده أمر ممكن يكون طبيعي في بداية الجواز في بعض الناس اللي العلاقات بين البنت ومامتها فيها تعلق شديد إنها لسه بتخرج من أسرة مثلاً متربية فيها ومتعودة عليها 20-30 سنة أوه ممكن تكون بنتها الوحيدة مثلاً فهو محتاج يبقى فاهم لأن في بعض الرجالة برضو عندها فكرة طالما جات بيتي خلصنا يعني مرة واحدة دايماً فكرة التدرج بتخلي الناس تنجح في حياتها إن أنا بقى واعي للحالة اللي أنا بأخدها وواحدة واحدة ببدأ أحط واقع جديد بحيث ما حصلش صدمات وصراعات تؤدي المشاكل أكبر وكانت المشكلة ممكن تتحل بشكل أبسط حاجة تانية البنت بقى نفسها لازم تكون هي كمان فهمة إنها دخلة على راجل جاية من أسرة مختلفة وليه وعي مختلف وما ينفعش والدتها تبقى موجودة داخل العلاقة إلا بالنسبة اللي تصلح هذه العلاقة التدخلات الزيادة والكلام في التفاصيل المبالغ فيه لأن فيه كتير في الحقيقة من البنات بالذات في بداية الجواز زي ما كنت بتتكلمي في المقدمة كل تفصيلة أكلنا وشربنا وروحنا وجينا ونزلنا وطلعنا وعملنا كل تفصيلة حتى لو أنا بحكي كده ومتعودة إن دي علاقة بوالدتي بس ده بيتترجم في دماغ الأم بلغة تانية إنها سعيدة، كويسة، مخنوقة، شكله زعلها شكله دقيقية، مطلع على كل التفاصيل لا أنا دلوقتي انتقلت الواقع جديد محتاجة أبدأ بالتدريج أتحمل المسئولية أنا والطرف الآخر في حل مشاكلنا لا والراجل هنا بقى ما بيتعاملش مع البنوتة للصغيرة اللي عارف دمخة عارف أولها إيه وأخيرها إيه يعني اللي سا متجوزها عندها مثلا 22 سنة ولا 25 سنة فأنا عارف دمخة هي دي مراتي فأنا فاهم أخيرها إيه لكن هو مش بيتعامل مع مراته وبيتعامل مع مامتة اللي عندها 60 سنة فهو ممكن حتى يعرف يضحك عليها كتبة صغيرة بس ما يتضحكش عليها لأن مامتها مش يتضحك عليها يعني انت فاهم أنا قصد إيه وبيتعامل شخصيتين واحدة صغيرة وواحدة كبيرة